عانا رابع العالم في أزمة عالمية رابع العالم النادي الآلي إنجاز كبير جدا جدا في آخر تصنيف للأندية يقفز النادي الآلي إلى المركز الرابع على مستوى العالم بقول لكم إنجاز لو تعلمون عظيم هو ده مصدر الفخر والقيمة للكرة المصرية والعربية والأفريقية إنك أنت يكون أول أندية العالم منشستر سيتي الثاني ريال مدريد الثالث انتر ميلا الرابع النادي الآلي والخامس اندهوفل الزميل خالد طلعت يمكن عرض هذه الوسيقى في التصنيف هنعرض له لكن قبل ما نشوف خالد طلعت هقول لكم إنه الأقرب للنادي الآلي بيرامنز الأهل الرابع العالم بيرامنز الأقرب للأهل في ليحة التصنيف الواحد وتمانين عالميا الأهل الرابع بيرامنز واحد وتمانين الأهل أول أفريقيا بيرامنز سادس أفريقيا نادي الزمالك المية وتسعة عالميا والعاشر أفريقيا في يوتشار المية تمانية وخمسين عالميا والاربعتاشر أفريقيا الأهل رابع العالم ده إنجاز كبير جدا هنشوف خالد طلعت واب يستعرض هذه الوسيقى طيب هنشوف خالد طلعت بعد شوية لكنه الأصد يا جماعة لما نفتكر على إنه نهاية القرن اللي فات وتصنيف أنديت القرن واللي حصل ونادي القرن والحدوت اللي كانت حصلة كلكم فاكرينها تفاكرين إنه نادي الزمالك وقتها كان خلف النادي الأهل مباشرة كانت تاني أفريقيا فرق بنتين بين الأهل والزمالك الأهل حق إنجازات على المستوى القر والعالمي كبيرة جدا الأهل أصبح لا يتحدث عن تصنيف قر ولكن على مستوى عالمي إن أنت الرابع على مستوى العالم جمهور الأهل لأنه هو يفخر بفريقه بجد لعبة الأهل لها إن هي فعلا تدرك أي نادي هم بيمثلوه قيمة هذا النادي إنك أنت النهاردة رابع العالم رابع أنديت العالم والتصنيف دايما فيه معايير فير أو معايير واضحة فيه نقط بتتوزع على المشاركات وعلى المباريات وعلى البطولات فالمسألة يعني عادلة بما يكفي إنك أنت تكون رابع العالم بهذا المستوى شوف يا سيد إبراهيم رابع العالم لم يأتي ليحسب لجيل على حساب جيل الراعي في هذا الأمر أنه نتيجة تراكم تفوق للنادي الأهلي عبر تاريخه فمن كل بطولة منذ إنشاءها حتجد الأرقام القيصية لصالح النادي الأهلي فلما تيجي أنت في البطولات الإفريقية رغم أن النادي الأهلي شارك متأخرا جدا فيها إلا إنه استطاع بمجرد ما خد قرار المشاركة إنه يتقدم الصفوف ويحافظ على هذا التقدم اللي بيخلي الأهلي بهذا التفوق مش إنه عنده فرقة كرة قدم قوية ولكن عنده إرث من القيم والتقاليد عنده قواعد قادر يمشي عليها ويحافظ عليها هي اللي بتسفر عن هذا التفوق والنجاح فيه أسباب لسه بنقول الأخذ بالأسباب هو ده أسباب الأهلي له من الأسباب اللي بيتمسك بيها واللي طول النهار هنا إحنا قضيتنا حب الأهلي كما وجدتموه مش كلام عبثي كلام لإن هي الأسباب دي والتمسك بيها واللي إحنا ورسناها اللي هي فيها مجموعة من القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية والقيم الإدارية والقيم الفنية اللي بتخليك ماشي بسيستم وكان هناك دستور مكتوب بنتوارسه لا أحد يعبس في هذا الأمر من يوم إنه دي الأهلي الصغير يحترم الكبير الكبير يحتضن الصغير تداول الأجيال الأهلي فوق الجميع وإن كان الشعر انطلق يعني آخر 20 سنة أو 25 سنة إلا إنه كان يطبق من اللحظة الأولى تكريم العمل جماعي محدش بيطلع يقول أنا عملت العمل الجماعي هو البطل كل الناس لما فيه نجاح محسوب لكل الناس والفشل محسوب على كل الناس هذه السوابة هي اللي بتحافظ على النادي الأهلي ف يعني أحيانا واحد ينزعج من بعض الظواهر باعتبرها إنها كانت موجودة بس ما كانتش الدنيا في الضوء أو كده فكان بيتم التغلب عليها واحتواءها وفرض قيم وتقاليد ونظام النادي الأهلي عليها وهذا ما سيحدث بإذن الله وهذا ما نطالب بيه أبنائنا ها المسألة مش مسألة شخصانية أي مشكلة حط الأهلي فوق الجميع ويمشي قدما وحافظ على السوابة والنادي الأهلي سيستمر على هذا التفوق لأنه عنده دستور يحكم ده كلام مهم جدا نشوف خالد طلعت وهو بيستعرض إحصائية الأهلي رابع العالم أول حاجة عن الأهلي معنا عن نهاردة عن استعرضها يمكن تم منذ ساعات قليلة إعلان تصنيف أندية العالم لسنة 2023 يمكن بننفرد به هنا النادي الأهلي يحتل المركز الرابع على مستوى أندية العالم بالكامل في سنة 2023 بالكامل يدعى تصنيف أندية العالم منشستر سيتي مركز أول ريال مدريد مركز ثاني انتر ميلان إيطالي مركز ثالث أول مرة في التاريخ نادي عربي أو أفريقي يدخل من أفضل خمس أندية على مستوى العالم في تصنيف سنة كاملة في سنة 2023 فده إنجاز تاريخي طبعا للنادي الأهلي نشوف بقى تصنيف الأندية المصرية ممكن أن الأربع أندية المصرية تواجدوا كده في مركز في التصنيف النادي الأهلي المركز الرابع على 100 والمركز الأول طبعا على مستوى خارط أفريقيا نادي بيرامدز في المركز 81 على 100 والسادس على مستوى أفريقيا ثم نادي الزمالك الثالث في الأندية المصرية 119 على 110 على مستوى أفريقيا وأخيرا فيوتشر في المركز 158 على 114 على مستوى أفريقيا دول الأندية المصرية في تصنيف الأندية سنة 2013 اللي يلفت نظرك إن فيه أندية حديثة استطعت أن تزاحم وتجد لنفسها وإن كانت الترتيب يعني فوق الثمانين وفوق المية لكن أندية حديثة استطعت أن تجد لها مكانا وتسبق أندية شعبية عريق فده يحسب يحسب للجداد طبعا يحسب لكل القائمين على هذه الأندية دي حاجة الحاجة الثانية إن نادي الأهلي ينفرد ببعيد يعني الرابع وأقرب نادي إليه مصري حاجة وثمانين تمانية وثمانين واحد وثمانين دي مسؤولية أستاذ إبراهيم مسؤولية وجمهورك يعني تعود وهذا التحدي كبير أن تظل دائما تفي بالاحتياجات التي يطلبك بها جماهيرك أنت ما فيش النادي الأهلي ما عندوش لحظة سرحان لأمرك هذا الطرف فتجد كل المسؤولين عبر طريقه مهما كانت الظروف صعبة لا بيشتغلوا بيبذلوا جهدهم وأكتر من الجهد مهما كانت الصعوبات عشان يستطيعوا أن يحافظوا على النادي الأهلي كما وجدوه بالعكس يضيفوا إليه خطوات استباقية لأن لما خالد طلعت يقول لك لأول مرة في تاريخ اللندية العربية يوجد نادي في الخامسة أو المرة في التاريخ يحسب لهذا الجيل يحسب لهذه الإدارة يحسب للنادي الأهلي يخلينا نتمسك ألا نترك هذا المكان هذا المكان الحقيقة بتسعد كل أهلاوي حتى المتعاطي مع كرة القدم أو اللي بيحب النادي من مواقع عامة الخبير الأثر الكبير الدكتور زاهي حواس واحد من اللي دايما بيعبروا عن حبهم الشديد وشغافهم بالأهلي نشوف أخبار النادي الأهلي معاك النادي الأهلي طبعا ماشي كويس جدا أنا عافية كتبالعب كرة فأفهم كرة أنا مش طاع أصار بس يعني أنا كنت لعب كرة كنت كابت الفريق في بلد في دميات لا والله دي معلومات ديدة بالنسبة ولعبت في فريق السواحل وقفت كرة وأنا عندي عشرين سنة لما رجلي اتكسرت حصلي انسلاد في الوريد في رجلي وقفت لعب كرة لكن كنت كان مصابوني في بلدنا صالح سليم صالح سليم صالح سليم وكلنا طبعا أهلوية 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 كان في بلدنا كله ما فيش فيها غير واحد زمال كوي فكنا يوم ماتش الأهل والزوالك هو يختفي يعني أنا كل واحد بحفي حاجة سعيدة في حياته أنا الأهلي الحاجة سعيدة في حياتي كلنا الحقي يوم ماتش الأهلي والله أنا أسيب الدنيا كلها أنا دي ما لحكي القصة دي كنت أنا بشتغل مع السيدة سوزان مبارك في بلاء متحف الطفل والحقيقة عملت عمل عظيم جدا هذا المتحف أنا نفسي تاخد ولادك وتشوفه ده في مصر الجديدة فهي كان بتعمل الاجتماعات دايما وبنفسها وهي اللي بتتابعة فكلمتني في التليفون كنت أنا قاعد في مين هاوس باشي بعمل محاضرة فقالتلي هزيحنا نعمل محاضرة يوم كذا هنعمل اجتماع يوم كذا عشلال المتحف فقلتلي يا فندم يوم يوم ده ماتش الأهلي وأنا طبعا تحت قبر حضرتك هاجي لكن طبعا نماغي كله فندم يبقى فهي بقى في الماتش فنقدر أرجوكي وتسينة سيزورة مبارك وفقت وأجلت المعات فأنا يوم ماتش الأهلي أسيبت الدنيا كلها وطبعا أجمل حاجة كنت في زمان وأنا وزير أو غفير كنت أتفرج في قهوة وكان يعني القهوة دي كانت هي جزء مني وما بتفرج مع الناس ده كان أهم حاجة ودلوقتي خدت عادة تانية أحب بقى أقفل وأتفرج لوحدي لكن لازم يوم ماتش الأهلي لو عندي محاضرة وأخد فيها فلوس أسيب المحاضرة طبعا النادي الأهلي فوق كل حاجة الدكتور زاهي صاحب مقولة طريفة جدا إن الأهلي مكتوب على جدران الفرانة ونسي قلنا إنه كان كابتن فريق رمسيس الأول هو حياته حياته إيه ده كان بيجي جره كورسي يتفرج على مطشاط الأشبال في النادي الأهلي في مدينة ناصر أستاذ إبراهيم ده يعني مش راجل بيدعي أو بيحب من عن بعد لا بيجي إحدى المطشاط الناشئية شخصية رائعة يعني ربنا أديله صحة الأسري والخبير الكبير زاهي حواس طيب بيجرامي بيجرامي واحد برضو من اللي بيعبره عن حبه مش شديد للنادي الأهلي حتى هو بيلعب الراجل الرياضة مش في النادي الأهلي نشوف كنت بتحلم تبقى لعيب كورة ولا؟ حتى لو الناس اللي ورا الكاميرا زا والكامير وفيش فيش كانت يعني لو كنت لعيب كورة كنت أني حلمك تلعى في الأهلي لا كنت أتمنى الأهلي حاجة أحسن من نفسها رحمة الكبش بيجرامي هو كبير فعلا كبير بثقافته كبير بقراءه كبير باتزانه أنا أعتقد اللقاء ده بإذن الله لم تخوني الزاكرة لأنه واحد من اللقاءات اللي كنت بسقف وأنا بتفرق شخصية رياضية سرية لا والحوار كان ممتع أعتقد أنه كان معبر الأستاذ إبراهيم عبد الجواد أعيش حيني نختلف أحيانا لكن عندما يكونوا نكش جميل خرج منه بقراء رائعة جدا لأنه نجمي مش متشاف برد بطل مش متشاف كويس عنده رؤية في الكورة هيلة ياريت كل شوية نقطع من كلامه ده ونجيب الدروس اللي عايزي وصلها من وجهة نظره كل رأي فيه عمق وعمقه مختلف وصادق جدا 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 في نكش القضايا الحساسة بسلوب هادي وبشكل يصيب كبد الحقيقة من غير مجرح حد أنا انبهرت بهذه الشخصية طيب